بلدة مراوية الفلبينية ذات الأغلبية المسلمة مسرح أحداث دامية تجري بين الجيش الفلبيني ومسلحين من تنظيم الدولة الأحداث بدأت عندما بايع عدد من المتمردين من جماعة ماوتي المتشددة تنظيم الدولة وتحصنوا في مبان بالمدينة وسيطروا على أجزاء واسعة منها وأخذوا عددا من الرهائن وتمكنوا من اطلاق أكثر من مائة محتجز من السجون الحكومية تبع ذلك قيام قوات الجيش بشن حملة عسكرية على المدينة ما تسبب بنزوح أكثر من 90% من سكان المدينة لكن لافت في أمر ذلك النزوح ما كشفته صحيفة الاندبندنت البريطانية من أن المسيحيين من سكان المدينة يهربون من التنظيم متخفين بالحجابات التي يستعيرونها من أصدقائهم المسلمين رئيس فريق العلاج النفسي الدكتور جويا أنشيتا قال إن قصصا مميزة كثيرة جرت أحداثها خلال النزوح منها مساعدة كثير من المسلمين لأصدقائهم المسيحيين باستعارة مقتنياتهم الشخصية من أغطية وملابس محتشمة للتخفي خوفا من تنظيم الدولة المدنيون هناك يقعون بين نارين فهم من جهة يواجهون خطر الاحتجاز من قبل تنظيم الدولة من أجل استخدامهم دروعا بشرية حسب صحيفة الاندبندنت ومن جهة أخرى يواجهون خطر تعرض للقصف من قبل الجيش الفلبيني الذي يحاول ترضى عناصر التنظيم واقتحام المدينة أختار الاحتجاز من قبل التنظيم والقصف من قبل الجيش الفلبيني ليست الوحيدة فالمدنيون جميعا يواجهون خطر الجوع فيما أكد السياسي المحلي زيا ألونتو أديونج الذي يدير وجهود الإغاثة والإنقاذ هناك أن كثير من السكان المحليين والنازحين بدأوا بتناول الحشائش وما يمكن تناوله من مقتنيات ترجمة نانسي قنقر